لقيت بكل ده كل ده لقيت واحد والله العظيم افترض ان هو امين الشباب في حزب المحافظين وحزب المحافظين بالنسبة لي حزب بيدحكني بصراحة بيدحكني الى بعد الحدود يعني عايز ابدأ بليه بيدحكني اقولك ليه بيدحكني انا باستغرب جدا لما يبقى حزب قايم على اسس وتمويل رأس مالية متوحشة ويحاول دائما ان يصدر لنا نفسه وكأنه صاحب خطاب اشتراكي مثلا يعني عمرك شفت مثلا حزب لا افتقنا بليه يعني ننضرب امثلة مصرية يعني انت مدخل مثلا ان روكفالر في امريكا ممكن يتكلم خطاب اشتراكي نفعش ماينفعش مش مقبول زمان يعني طبعا روكفالر خلص من سنين عقود يعني زي ما بالزبط كده ماينفعش وانا هنا بتكلم فعلا بمنتهى الاحترام لكل الناس منفعش المهندس اكمل ارطان يحاول يكلمنا دايما بخطابات تبدو وكأنها خطابات اشتراكية يعني تتلمس معاناة المواطن على سبيل المثال مثلا ليه لانه الحقيقة هو يمثل جزء لا يتجزأ من منظومة رأس مالية بالغة التوحش يغيب عن مؤسسين الحزب ده ان اسموهم حزب المحافظين كلمة حزب المحافظين عشان بس اقلب به سياسة لما تقول انا حزب المحافظين انت تصف نفسك بان انت حزب يمين ورجعي ورأس مالي ورأس مالية مطلقة يا سيدي مش هسميها متوحشة فانت بتقول كده دي التسمية السياسية انت اخترت اني بقى اسمك حزب المحافظين ما هو في الحاجات دي معلش تعالى لنا انا الرفيق ما اقولك ايه ما هو انت وقعت في قرعتي انا الرفيق انا الرفيق يوسف ما عارف الرفيقة ده ده معطيات انا الرفيق يوسف فلما الف به سياسة واحنا بنختار اسماء الاحزاب نزم الاول بحط انا رؤيتي كحزب انا ايه انا عايز ايه وبعدين اختار الاسم بناء على زلك وبقى كده وراعي هيكل المؤسسين بتاعه ورئساء ورئيس الحزب وامين الحزب واش عارف مين امين لجنة كذا كل ده كلام جميل الخلفات السياسية بتاعت الناس هتعكس الاداء الحزبي فلما يبقى حزب قايم على الرأس المالية المتوحشة ويحاول يصدرلي صورة تانية فانا ايه بلعتها انا مثلا كلتها انا دي ما باكلهاش ماينفعش وانا عاشت كده اقولك ده جات في انا تعالي عارف انت الراجل الفود بلوجر بتاع تعالي يا احمد طب تعالي بقى يا احمد ولما انطق شيء ما لازم ابقى عارفه يعني لما يجي امين الشباب بتاع الحزب يقولك ايه قناة القاهرة عملت وسوت وازاي ومش ازاي واصل احنا عندنا اول اخ ده وانا بتحطهولي هلا عشان اشوف تعالي انا الراجل يعني على مشارف الخمسين فنظري ما بقاش قد كده فحطولي على الاسكرين الكبيرة دي وانا بقى عظيما تراجل امير وصحبي وحبيبي الله يبركلك يا امير الامرة يعني انت شاء حزب المحافظين طيب